بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مظاهر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي شرط من شروط الإيمان يعني أنت مش ممكن تكون مؤمن حقيقة إلا إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يسكن قلبك ووجدانك لا يؤمن أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين من كل الناس أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب أي شخص في هذا الوجود من العلامات اللي بتأكد أنه أنت فعلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يمكن بعض النهس المحجوبين عن رؤية الأنوار الربانية والنبوية الناس اللي واقفين عند حدود المادة وعند حدود الشكليات يقول لك يعني أنه إحنا بدنا نضل مثلا يعني نتكلم نقول صلى الله عليه وسلم ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه دروشة كما يعني نسمع بعض الناس يقول لك يعني أنه بدنا نضل ندروش يعني نتكلم ونحرك ألسنتنا سيبك من هدول الناس خليك مع الناس اللي أبصروا بقلوبهم قبل أن تبصر عيونهم أبصروا حقائق الأشياء وحقائق المقامات التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقائق الحال النبوي حقيقة الحال النبوي هؤلاء لا يمكن أن تنقطع ألسنتهم عن اللهج بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا مش فاهم اللي بيقصر أو بيستهين بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو عندما يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته ويكثر من ذلك هو يدخل في عداد فعل ما تفعله الملائكة وما يفعله الله تبارك وتعالى كيف؟ هو بدخل في نفس الفعل اللي من الله تبارك وتعالى ومن الملائكة الكرام عليهم السلام شوف رب العالمين إيش بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المسألة بالنسبة للمؤمن مش اختيار ومش مجرد اجتهاد هي تلبية لأمر الله تبارك وتعالى أما بالنسبة للمؤمن اللي بده يرتقي حتى يشوف الحقائق ويتذوق حلاوات الإيمان ويتذوق حلاوات القرب من الله ويتذوق حلاوات القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر بالنسبة إليه أرقى من مجرد القيام بأمر هو دخول في عداد ما تفعله الملائكة وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اعلم وتخيل وتصور ووطن نفسك انه انت في هذه اللحظة التي تقول فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد انت صوتك وقولك يدخل في أقوال الملائكة ومش بس هيك ويدخل مع قول الله تبارك وتعالى لأن الله يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عندما تصلي انت تكون في هذه الدائرة في الدائرة الربانية في الدائرة الملائكية انت تكون في المقام الملائكي انت بتكون في المقام الملائكي عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشعر وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام انه هو بيرد عليك عندما تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك الصلاة والسلام يا فلان باسمك والإنت يعني بهذا تبلغ هذا المقام وهذه الدرجة وهذه الحظوة ثم تحدثك نفسك أن تقصر في ذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه فإن الصلاة عليه محضورة مشهودة الله يصلي عليه وأنت عندما تصلي عليه تصلي عليه مع صلاة الله والملائكة تصلي عليه وأنت عندما تصلي عليه تصلي مع صلاة الملائكة ثم أنت تستشعر الارتباط به صلى الله عليه وسلم الارتباط بمنهجه الارتباط بسنته الارتباط بدينه الارتباط بمقامه الارتباط بعقيدته الارتباط بإيمانه العظيم صلى الله عليه وسلم وارتباطك برسول الله صلى الله عليه وسلم هو علامة الإيمان هو علامة الإسلام بدون ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت لن تكون محظوظا ومحظيا عند الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى